ليكم جميعا طيب الهجوم على احمد حلمي وتركي الشيخ عشان فيلم النونو اللي هو بيتكلم على النصاب المصري بس عايزك كده تعرف حاجة ان تركي الشيخ لما بيجي يخش حاجة بيعمل منها حاجة او بيعمل فيها حالة دخل في الرياضة عمل فيها حالة ودخل في السينما وعمل منها حاجة برضو خليك تتكلم عليها فهو معلم وخلى السينما تتكلم بس قبل ما نخش في كلامنا عايزك بقى تجيب وراء وقلم وتبدأ بقى تكتب كده على مدار تلاتين سنة او ربع قرن ايه الافلام اللي هاتفة انت عارفها تقدر تكتبها وعددها قد ايه وايه هي الافلام المصرية اللي نقشت قضية مجتمعية وقصرت فيك اوي فبعد اذنك شوف بقى على مدار خمسة وعشرين سنة كم فيلم وتعالى عشان نتقابل في اخر الفيديو عشان كلام مهم جدا انت لازم تسمعه فاعمل لك للفيديو عشان الحقيقة توصل لكل الناس وشكرا وتحياتي لحضرتك الهجوم على فيلم احمد حلمي بمجرد انه هو تم الاعلان عن فكرته هو هجوم متسرع وده ناتج عن احتقان كده ما بين الناس وتراقمات نفسية وان كل اللي هجمه الفيلم محدش قدر يدي لنفسه انه هو يفكر بهدوه فقبل ما تنفق عروقك بقى وتهاجم الفيلم لانه بيجسد دور مصري نصاف في موسم الحجل تعالى بقى نسأل نفسنا سؤال هل النموذج ده موجود فعلا ولا مش موجود ده سؤال مهم جدا انت المفروض تطرحه هل النموذج ده موجود ولا مش موجود طيب هل الاعتراض هل الاعتراض ده قائم على يعني وجود الفيلم من عدمه ولا الاعتراض على تقديمه وفتحه للناس وده يعني امرين مختلفين تماما يعني هل انت معترض ان الفيلم يكون موجود اصلا ولا ولا حضرتك معترض ان الفيلم معترض على تقديمه وان هو بيفضح بعض الناس ده حاجة مهمة جدا فلو افترضنا جزئية اخرى بقى لو احنا بقى بصينا لحاجة تانية خالص لان في مجموعة كده من الناس ابتدت تماما اللي هما الاخوان طبعا وقعدوا يقولوا ان السعودية هتعمل الفيلم عشان تقدر تستغل حاجتين تقدر تستغل اللي هو موسم كأس العالم للالكترونيات اللي هما بيقولوا عليه الالعاب الالكترونية ويستغلوا ان هما يتنصلوا من قتل المصريين وده الصراحة احنا تكلمنا فيه ان هو قتل المصريين وقلنا ان ده كلام ليس صحيح ولكن انا ممكن اقول لك اه ممكن يعمل دعاية لكأس العالم للالعاب الالكترونية اه فيها ايه ممكن يعمل دعاية ولكن انه احنا نقول انه هو بيسوق سمعة الشعب المصري عشان بيأحمد حلمي فيها يمثل دور نصرا فده شيء مش مستحيل او انه هو بيهمش دور مصر مصر اكبر من كده بكتير ومصر اكبر من انك تعملها فيلم عشان تقاتي اللي انت تخلي سمعتها وعشة او اللي انت تأثر من مقامها او اللي انت تخليها يعني مش يعني كده مش مزبوط ليه بقى هقول لك ليه هقول لك ليه بقى لو انت استهى على نفس المقياس ده ان السعودية بتسوى سمعة المصريين فهي هتطلع المصري نصار طيما انت برضو كنت في حقبة من حقب الزمن او في السنوات السابقة كنت بتمثل ان دور الخليجي هو ان راجل ده بيح يحضر الملاهي الليلية ويصرف فلوس عن رقصات وان الراجل ده بيتجوز من الارياف وبعد اما يتجوز من الارياف يسته تبقى حامل وتخلف وما يعترفش بالوقت ويتطلقها ويمشي صح مش انتوا قابلتوا برضو المشكلتين دول في بعض الافلام يبقى ده هل الصورة اللي انطبعت عند الشعب المصري هو الحاجتين دول طبعا لا اطلاقا ليه لان طبعا احنا بنتكلم في فيلم ده احنا احنا بنتكلم في ميديا لان احنا بصينه على كونه فيلم وبصين برضو ان دي حاجة محدودة ولكن ليست ايه في العموم طيب فلو تكلمنا على ان السعودية ان هي عايزة تسوق سمعة المصريين وان هم بتنصفهم بان هم نصبين لو بصنا من منظور اخر للنقطة دي بالذات هنلاقي انت جيت في سنة من السنين ابتديت تصدر البلطقة واستديت تصدر فاكرين افلام محمد رمضان لما خلي الناس بتطلع وتقول يا ايام دي لما كان كنا بنطلع نقول انتو بتعلموا اولادنا ان هم يبقوا زي محمد رمضان في افلام البلطقة وافلام الشوارع وكلام ده كان على طول يترد ويتقال احنا بنناقش قضية مجتمعية احنا بنناقش قضية يعني موجودة على الارض الواقع ثم على النقيد تماما ثم انت مبص برضو على الناحية التانية هتلاقي ان برضو هم بيبصوا او بيناقشوا قضية بيتمسوهم برضو وفي نفس الوقت بيتمسك يبقى احنا ما نعممش الموضوع يبقى لا تعميم للموضوع وده كلام كلام صريح يعني طيب الحاجة التانية برضو كنا برضو بنحط افلام زي اللي انت شايفها دي كنتو بتنتجو كنا بننتج افلام زي اللي انت شايفة دي هل يبقى كل الشعب كده بالنسبة هل يبقى النظرة العامة للشعب بنفس النتيجة او بنفس النظرية طبعا كلام خاطئ جدا طيب امال على مدار 30 سنة هتبقى ورقة وقلم وطلع لي بقى الورقة وقلم اللي انا قلت لك من البداية عليها هتبقى على مدار 30 سنة كام فيلم هو ناقش قضية مجتمعية 1% 2% 3% يبقى على مدار 25 سنة المفروض على الاقل خالص ان كل سنة يطلع معاك فيلم او 2 يعني انت مثلا بتتكلم في 60 فيلم كام معاك من 60 فيلم 0% 2% 1% ولا الهاء مفيش لان كله ابتدى ينتجه الى افلام المأولاد او افلام البيزنس ولولا ان اشرف عبد الباقي انه هو ابتدى يطلع نجوم في مصرح مصر ما كنت شفتهم لان هذا الوسط الفني محكور على المحسوبية وعلى الوسطة وعلى الشلالية وعلى كل فيها حاجة اية يبقى حضرتك انت كل الكلام ده ابتدى انه هما يتحسر عليهم لولا اشرف عبد الباقي طلع نجوم مصر ما كنتش عرفتهم او ما كنتش شفتهم او ما كنتش حتى طلعوا طيب دي برضو جزئية برضو جزئية من دمن السلبيات لكن بقى الخناء الكبيرة على ايه والنزع لنا ليه هقولك ببساطة جدا الخناء يا عزيزي كالتالي ان بعض المنتجين الموجودين على الساحة في الوقت الحالي لما كان بيجي يتعاقد مع سي مثلا احمد حلمي او محمد هنيلي او ايا من كان اسمه الفنان كبير كابتورة فيلم على سبيل المثال انه هو بيديده مليون جنيه لما ييجي توركي قال الشيخ عمل حالة هنا بقى فعمل ايه فبيجيب مثلا احمد حلمي ويقول له تعالى انا هتديك خمسة مليون ريال يبقى اضرب بقى يا باشا العبنا الصعبة شوف هو هياخد كام اذا اللي حصل اللي حصل هنا ان اجره علي ان اجره غلي فهل مثلا ييجي بعد كده يعمل لك فيلم وتقول له تعالى اديك اتنين مليون جنيه فده طبعا مش هيحصل ولا يحصل لانه سعره غلي ومش حد بيبص للخلف فاذا هنا اللي حصل ان هنا حصل فرق سعر فاصبح الممثلين هم مش هيبصوا للمنتجين المصريين فدي اللي حصل دي خناءة اللي دايرة فعلا مش خناءة اللي انتو شايفين دي خناءة اللي دايرة فعلا انا بقى جايلك من المستقبل وهقول لك خد الكارثة الكبرى ان هيجي تورك قال الشيخ وهو معلم وهيعملها واعفقر هيجي تورك قال الشيخ هيروح عاملك عقود رعاية للممثلين يعني ايه عقود رعاية للممثلين يعني هيجي يختار مجموعة ممثلين معينين هيقول لك تعالى تعالى نعمل عقد رعاية لمدة خمس سنين ست سنين سبع سنين سواء انت مسلت او ممثلت انت هتاخد فلوس وانت قاعد في البيت يبقى هنا الممثل هيقول له لا هيقول له يا بقى انا موافق ودي عقد الرعاية بس هيبقى ليشروط انه هو مش هيمثل عندك انه هو مش هيعمل اعلان عندك كله دوت بازن مين او بازن كتابي لازم كل الكلام ده هيبقى ليه تفاصيل اذا انت مش هتعرف تمسكه ولا هتعرف تتعايد معاه فاذا انت هنا هيصبح عندك صغرة وعندك مشكلة في قطاع السينما فاذا هل انت هتعرفوا وتحلوا الموضوع ده انا جيركم من المستقبل وبقول لك يا دي الزتونة هتعمل فيها ايه حل المشكلة ايوها المنتجين يا صناع السينما ايوها المنتجين ايوها صناع السينما ابدأ فقر لكي تبدأ تنافس احنا نحب المنافسة والمنافسة حلوة لا يوجد كلام نحن نحب المنافسة ونحب اللعبة اللعبة الحلوة وطوركالشيخ دعبها لعبة جميلة جدا لكي هو معلم وخلي السينما تتكلم شكرا لكم وتحيات للجميع